49% من المغاربة عانوا ويعانون من أمراض واضطرابات نفسية كيف نقرأ هذا الرقم؟ لا أولاً هذا الرقم نبدأ بأحد الكلمة ليس ما تخوفش ليس مخي علاش هذا الرقم 48.9 بالضبط من المغاربة اللي عندهم أكثر من 15 سنة عارفوا اضطراب نفسي خلال حياتهم ومنهم حوالي 26.5% اللي عندهم الاكتئاب يعني 5.5 مليون و500 ألف مغربي هذا الرقم عليش ما تخوفش لأنه قراءة دياله كيفاش غد أولاً القراءة قصد تكون من زاويتين الزاوية الأولى الرقم بحد ذاته الرقم ديال النصف يعني 49.52% هو نفس الرقم مماثل واللي جايب جميع الدول فإلى جينا بعض الأبحاث بعض الدراسات مماثلة بحل ديال المغرب أنه نلقا في فرنسا 32% تنلقا في الجزائر 59% تنلقا في الولايات المتحدة 46% يعني جميع الدول الزاوية الثانية اللي نقرأ فيها هذا الرقم هو الطريقة باش تدار فيها طريقة ديال هذا الإنجاز ديال هذا الدراسة لأن هذا الدراسة المعايير يعني والأعراض كانت جد مفتوحة هذا المعايير علاش يعني اضطراب نفسي يحسب من واحد متين عشلان سومني يعني قلة النوم تحسب اضطراب نفسي إلى واحد قلق إلى واحد عنده فصام إلى واحد اللي عنده متل اكتئاب فهذا شيء كل شيء كان مفتوح ولهذا جهد الرقم نقول لك هذا الرقم كجميع الأرقام متشابهة جميع الأرقام اللي كانت على الصعيد العالمي كانت بعض التفاوتات اللي يمكن كلمة قصيرة جدا هذا الرقم يسائلنا جميعا وخاصة وزارة الصحة لأن العرض والطلب وخارجوا لي هنا غير كلمة العرض والطلب لأن ذلك الشيء اللي وجدته وزارة الصحة اللي كان منذ الاستقلال لا يرقى تماما من نوحية البشرية ومن بنيات التحتية وأن هذا المرضى تعوش حالات كارتية ودوهم والحاول العائلة سيدة ترشن كيفش صحيح